الأخبار اللي بتتنشر كل يوم تقريبا عن تراجع كل القطاعات الاقتصادية في مصر بتخلي المنطق إننا نسأل نفسينا عن أسباب التراجع ده وطالما سألنا يبقى ندور على إجابة وإحنا بندور هلاقي أسباب كتير بس من أهمها علاقة السيسي برجال الأعمال ليه العلاقة دي ساهمت في تدمير الاقتصاد المصري وإيه ملامح العلاقة دي؟ هيا بنا نشوف في مايو اللي فات القطاع الخاص في مصر كان بقاله 29 شهر في حالة انكماش متواصل سانتين ونص في بلد نظامها ما بيبطلش كلام حتى في عز الأزمة عن النهضة اللي بيعملها والتقدم اللي حصل على إيديه في الدول المحترمة أو حتى نص المحترمة دور الدولة غالبا هو إنها تحط الخطط الاقتصادية وترسم السياسات المالية العامة والتابع تنفيذها وتوفر للقطاع الخاص وسائل التنفيذ وتسهيلات الشغل وفي مقابل ده بتاخد حقها منه على شكل ضرائب تصرفها على حياة المواطن وبقى التزماتها واللي هي بقى التاجة برضو بس هو النظام العالمي مشغل كده حاليا وكمان القطاع الخاص ده لما يكسب ويتوسع هيوفر فرص عمل لملايين الناس فده يخيف الضغط على الحكومة ده غير إن الحكومة هتاخد من الناس دي برضو ضرائب من مرتبتها لأن القطاع الخاص وفر سيولة في إيد الناس واللي بيفضل من بعد الضرائب الناس بتنزل بيه السوق بقى لأنهم هيشتروا احتياجاتهم من المحلات فالفلوس بتدور كل ده في النهاية بيعمل حالة استقرار في اقتصاد البلد لكن لأننا في دولة يعني حتى مش نص محترمة فانظام السيسي من ساعة ما نطلنا في المقدر اختار إنه يعتمد على الجيش في كل حاجة وخصوصا لاختصاد والجيش بقى هو الاختصاد وشركاته بقت هيك كل في كل والسبب الرئيسي لده يعني جنب طمع الجيش والنظام وجنب إن السيسي عاوز قيادات الجيش تملك رشهة فما تفكرش تنقلب عليه هو إن العسكر والنظام بيبصوا بحقد كبير على رجال الأعمال وكل أصحاب السروات مهما كان مصدر وده اتضح لرجال الأعمال من أول الاجتماعات اللي عملها معهم السيسي نفسه أو رجالته بداية من 2013 الاجتماعات دي كان العامل المشترك بينها هو إن النظام كان دايما بيقول لي رجال الأعمال إن هم برطعوا في الفلوس طول السنين اللي فاتت وعملوا سروات ضخمة وجاء الوقت اللي يردوا الدين اللي فرقبتهم للدولة وطبعا خلال حكم مبارك رجال الأعمال أخدوا امتيازات كبيرة يعني وبعضهم ما كانش من حقهم لامتيازات دي وفعلا ده ساهم في زيادة سرواتهم يعني بس الحل هو تطبيق القانون بعدالة وشفافية على الجميع لأن رجال الأعمال موجودين في كل وقت وكل بلد واللي بيحصل في دول العالم حاليا ده الحل اللي موجود عندهم حاليا وإن كان هو مش حل يعني هو مشكلة بس ده اللي بيحصل هو أحسن من اللي انت بتعمله بيحلوا مشكلة الامتيازات دي بتطبيق القانون وزبط السوق وإن البلد طفر الضرائب تصعودية عادلة مش الناية تفشخهم بس امتدادا لحقد النظام على رجال الأعمال كده في العموم يعني النظام خليهم هدف من أهدافه عشان كده برضو من أول لحظة للنظام في الحكم كان بيطلب منهم تبرعات للدولة بشكل مباشر وطبعا رجال الأعمال كالعادة يعني بيحبوا يمشوا أمورهم عشان يحافظوا على مصالحهم يعني عشان كده دفعوا بس بعد ما دفعوا يتفاجوا بخذوق تاني وهو إن التبرعات دي مش مرة واحدة لا حلو منك ليه ده احنا كل ما نعوزك لازم نلاقيك وإلا هنوريك الوش التاني والوش التاني ظهر فعلا بعد شوية صغيرين لأن النظام قال لك هو أنه اللي ياخد من رجل الأعمال من دول فلوس لما ممكن أخد فلوسه كلها ولما ممكن أخده هو نفسه أحطه في السجن لو ما دانيش فلوسه ومن ساعتها واتكررت قصص رجال الأعمال الكبار اللي النظام بيسجنهم عشان يستولي على البزنس بتاعه ودي المحطة اللي خلصت على اللي فاضل من القطاع الخاص المصري ودمرت اللي فاضل من الاقتصاد لأنه مفيش حد سواء من جوه أو برا هيستسمر فلوسه في بلد ممكن تسجنه بقرار من غير محاكمة ولا إدان أشهر قضية لرجل أعمال النظام حط عليه وسجنه والناس تعطفت معه كان صفوان ثابت وكان بيسافر معه في طيارته لما كان بياخد معه رجال الأعمال لأي بلد يزورها صفوان بنا جوهينة بشكل قانوني من أول التمانينات والشركة كبرت وبتغطي السوق المصري وبتصدر لبره ومن أيام مبارك وصفوان ثابت ليه علاقات وشراكات مع عائلات إخوانية معروفة زي عائلة الهضيبي مثلا ده غير النبو وجده كانوا من قيادات الإخوان بس مع ذلك الرجل طول عمره من رموز دولة مبارك وهو نفسه بينفي دايما إن إخوان وكان من أول الناس اللي اتبرعوا لصندوق تحية مصر في عهد السيسي بقى قول انت مش محتاج تكون تعرف حد إخوان أصلا عشان تتهم إنك إخوان التهمة دي طلعت للصفوان ثابت وهو فجأة في 2014 صدر قرار بإدراج اسمه في نفس قيمة الإرهاب اللي فيها اسم أبو تريكا ومعهم أكتر من 1500 شخص وفي آخر 2020 اتقابض على صفوان ثابت بتهمة تمويل أنشطة جماعة إرهابية اللي هي الإخوان طبعا وبعدها بشهرين قبضوا على ابنه سيف بنفس التهمة وحطوا في الزنزانة لجنبه كل ده لأن صفوان ثابت وابنه رفضوا يتنازلوا عن شركتهم وشاء عمرهم للجهات السيادية إياها القضية سماعت جوه وبر بقت فضيحة يعني لدرجة أن منظمة العفو الدولية طلعت بيان أدانت فيه اعتقال صفوان ثابت وابنه وقالت إن ده عقاب لهم على رفضهم التنازل عن الشركة وأسناه هم محبوسين اتعملت حاملة إعلامية بعد الأبض على واحد من مدير شركة جوهينة بحجة أن هم لقوا أكتر من 8 مليون دولار في شقة بتاعة صفوان ثابت والرواية الرسمية قالت إن ديق فلوس الإخوان فضل صفوان وابنه محبوسين سنتين تقريبا وخلالهم اتوفت زوجته اللي اتقهرت بسبب حبس جوزها وابنها وما سلمتش من البهدل وتحقق معاه في النيابة والتهمة كانت إنها عملت فيديو بتطالب فيه بالإفراج عنهم وبعد سنتين سجن زي ما اتحبسوا فجأة تم الإفراج عنهم فجأة برضه في أول السنة دي وبعدها بشهر اترفع اسموهم من قوام الإرهاب بس ده ما حصلش من غير تمن التمن كان مبلغ أو إتاوة يدفعها صفوان ثابت بانتظام لسندوق تحيا مصر والتمن الأخطر هو إن تم إجباره على بيع الجزء من شركة جوهينة بس المرة دي مش لجهة سيادية لا للشريك قطري قطر اللي هي والنظام كانوا بيسبوا لبعض وده غريب جدا بس بشرط إن الأرباح تفضل جوه مصر اللي حصل مع صفوان ثابت وابنه كان إنذار لرجال الأعمال كلهم جوه مصر خصوصا وإن الصفقة اللي بمجابها تم الإفراج عنه حصلت في نفس الوقت اللي زادت فيه طلبات النظام للتبرعات من رجال الأعمال بسبب زيادة الأزمة الاقتصادية التبرعات اللي بقت إلزامية أكتر من 2014 وما بقاش فيه أي تساهل أو تسامح مع اللي ما ياخدش طلبات النظام وتهديدات وجد وهنا بقى رجال الأعمال مصرين كلهم يفتكروا اللي حصل مع صلاح دياب واحد من حيتان البزنس في البترول والزراعة وكمان من أصدقاء إسرائيل والإمارات المقربين في مصر وعائلة دياب فيه نسب بينها وبين واحدة من العائلات الإماراتية الكبيرة وطبعا صلاح دياب مشهور أكتر من كل ده بإنه مؤسس جريدة المصر اليوم دياب ما كانش مركز مع تهديدات النظام لرجال الأعمال اللي بيطلب منهم التبرع ونتيجة ده في 2015 النظام حاب يشدوا إدنه ويعرفوا من الموضوع جد فقابض عليه فجأة هو وابنه بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص بس خرجوا بسرعة لأنه وقتها النسايب والإماراتين اتدخلوا وفي الفترة دي كان لسه النظام في مصر يلازق في ديل الإمارات وبيسمع كلامها عشان كده بمجرد ما طالبت منه اللي إفراج عن صلاح دياب وابنه طلعهم فورا لكن في 2020 النظام قبض على صلاح دياب مرة تانية بس المرة دي كان بدأ يحصل خلافات من مصر والإمارات في ملفات منها ليبيا في المرة التانية دي خروج صراح دياب كان بناء على تسوية حصلت مع النظام من شروطها إنه يدفع إتاوى سابته لسندوق تحي مصر ويتنازل عن مساحات كبيرة من الأراضي بتاعته للدولة وكمان يبيع حصص كبيرة في المصر اليوم وقد كان دياب نفذ المطلوب منه غير دول عندك كمان راجب السورك صاحب محلات التوحيد والنور المنتشرة في كل حت واللي اتقبض عليه قبل صفوان سابت بحوالي شهرين وبرضو يعني انتشر كلام حوالين علاقته بالإخوان والجودة ونظام استولى على فلوس كتير جدا قال إنها كانت موجودة في بيوته ومحلات السورك وأثناء وجوده في السجن اتحكم عليه في قضية غريبة بتهمة إهمال شروط الأمن الصناعي في المحلات بتاعته أخذ حكم بسجن 3 شهور وغرامة 30 ألف جنيه بس رغم الحكم البسيطة إلا إن أغلب محلاته اتقفلت بدون سبب واضح وفضل السورك محبوس لغاية شهر 6 اللي فات وفجأة خرج بعد ما تنازل عن الفلوس اللي اتاخدت منه وعن محلاته وأراضي كتير رجال الأعمال اللي فاتوا دول كوم وفيه واحد تاني بقى كوم تاني خالص حسن راتب صاحب قناة المحور اللي رغم إنه دايما بيصدر نفسه يعني كشخص قريب من الإسلاميين والمشايخ وبتعرف بنا إلا إنه سخر قناته وكل جهده للمشاركة في 30 يونيو وإسقاط أول تجربة ديمقراطية في تاريخ مصر بس ده مش هفعلوش مع السيسي والغريب إن ده مش هفعلوش مع إنه عنده استثمارات في شمال سيناء دايما بيتقال إنه مشارك فيها الجيش والأجهزة السيادي زي مصنع الأسمنت الشهير بتاعه فجأة في نص 2021 اتقبض على راتب وبعارجوا الأعمال تاني نائب في البرلمان اسمه علاء حسنين معروف إنه بيطلع في الإعلام يتكلم عن الجن والعفاريت لدرجة إن اللقب الإعلامي بقى نائب الجن والعفاريت راتب وحسنين تم اتهمهم إنه هما بينقبوا عن الآثار بشكل غير قانوني والتحيات في القضية طلعت تفاصيل وفضايح كتير بشكل يخليك تسأل يعني لما أنتوا عارفين عنه كل ده سايبينه ليه أصلا؟ حسن راتب مش بس كان واصل مع الأجهزة السيادية لا ده كمان كان مشارك شخصيات إماراتية كبيرة في مشروعات عقارية جوة وبرى مصر وصدر الحكم على راتب بالسجن خمس سنين وغرامة مليون جنيه لكن في يناير اللي فات اتخفف الحكم لثلاث سنين سجن وبالتالي أصبح من حقه يخرج لأنه قضى نص مدة بس خلال فترة السجن راتب تنازل عن الحصة الرئيسية في بعض مشروعات وأهمها مصنع الأسمنت بتاع سيناء للجهات السيادية يلا ضم جنب إخواتك من نفسها عينة حسن راتب يعني رجال الأعمال القريبين من السلطة واللي خدموا عليها كتير بس مرحمة هومش وحطت عليهم رجل الأعمال محمد الأمين مؤسس قنوات سي بي سي الأمين ده بقى النظام عمل فيه أبشع من كل اللي فاته لأنه اتهمه بتهم ضد الإنسانية اتهمه بالتجار في البشر والاعتداء جنسيا على قاصرات في دار أيتام كان عملها وبالديرها وزارة تضامل اجتماعي كل ده معين الأمين كان قريب من النظام لدرجة إن السيسي بنفسه عينه عضو مجلس أماناء سندوت حيا مصر في 2014 النظام أبض على الأمين أول السنة اللي فاتت ورماء في سجن ودي النطرون وعلى آخر السنة كان مرضه زاد لأنه كان عنده سرطان واتنقل للمستشفى ومات بعدها بقى أيام لما الأمين اتحبس اتقال وقتها إن من أسباب حبسه إنه تواصل مع الإماراتيين من غير ما ينسق مع النظام بس عموما زي ما كلنا عارفين الأسباب المنطقية هي آخر حاجة نبص عليها وإحنا بنراجع تصرفات النظام لأنه بيعمل العملة وبعدين يطلع عليها أسباب واللي يقولك إن الأسباب مش مهمة قوي إن رجال الأعمال اللي النظام حط عليهم من نوايات مختلفة فيهم اللي من رجالته زي حسن الراتب وفيهم اللي مش منهم زي الصفون سابت وبالتالي واضح إن كلمة السر هي الفلوس وبس الفلوس كمان هي اللي خلت النظام يحط على أحمد العزبي حوتي الأدوية والصيدليات صاحب سلسلة الصيدليات اللي عليه اسمه واللي فجأة اتقبض عليه في آخر السنة اللي فاتت وتقال وقتها إن السبب هو ما ديونية كبيرة وصلت لحوالي ربعمائة مليون جنيه العزبي اتقبض عليه وتحقق معاه ما السروح بسرعة لأنه فهم الفولة من أولها يعني فبسرعة تبرع للدولة بمبلغ كبير ووافق على التنازل عن حصة كبيرة من صيدلياته وكمان طلع في الإعلام ونفع إنه تعرض لأيه ضغط وبعدها بكم شهر تم الإعلان عن شركة جديدة بتتعامل بين العزبي وسندوق مصر السيادي حصة السندوق فيها 49% قول باقي للعزبي وبموجة بالشراكة دي هتتسد الديون بسبب غرابة اللي حصل مع العزبي يعني الصحافة نخورت وراء أسباب الحط عليه بالشكل ده خصوصا وإن علاقاته بأعلى المستويات في مصر والخليج المفروض إنها تحميه من الفشق ده ونتيجة النخورة دي عرفنا إن من أسباب اللي حصل للعزبي إن النظام بيعاقبه على إنه طلع فلوس كتير بر مصر من بدري أول ما فهم الفولة وعارف إن السيسي حاطت عينيه على فلوس رجال الأعمال اللي بيقالي الكلام ده منطقي أكتر هو إن إخراج الفلوس بر مصر بقى سياسة ومنهج عند كل رجل أعمال يقدر يعمل ده وفينا مزج فعلا عارفت تخوزة النظام وتخلع بفلوسها من تحت إيده زي بنات رجل الأعمال محمد فريد خميس صاحب شركة النسجون الشرقي وزي أصحاب شركة دومتي بتاعت الألبان الناس دي لما فهمت طمع النظام وعارفت إنه مش هيسيب حد راحوا عاملين شركات بر مصر وبقولها الحصص الحاكمة في شركاتهم اللي جوه مصر وبالتالي وصاد القانون بقت شركاتهم اللي جوه مصر مملوكة لشريك أجنبي يعني لو النظام لعب معهم الدنيئة هيلعبوه بالقوانين الدولي والأمور هتوصل لتحكيم دولي يافشغ الحكوم الحيلة دي كانت هي الإنقاذ الوحيد لفلوس رجال الأعمال بعد ما شفوا النظام عمل إفزا ميلهم وصحابهم زي حسن الراتب ومحمد الأمين وصفوان ثابت وغيرهم والحيلة دي كمان بتحميهم من غضب النظام لو حاول ينتقم منهم لو رفضوا يدفعوا الإتواتة اللي بيفرض عليهم كل شوي يعني النظام خسر مصر شركات كبيرة بقيت عوايدها وأرباحها بتطلع للخارج للشريك الأجنبي مع إن أصحابها المصريين هم هم الفكرة بس إن هم عملوا شركات برا بجنسياتهم الأجنبية أو من غير جنسيات حتى كل ده بسبب فجر النظام في الخصومة وطمعه في اللي في إيد الناس سواء أغنية أو حتى فقر مع إن نفس النظام دخلت له مليارات كان ممكن يعمل بها شركات أكبر بكتير من شركات اللي فشخ أصحابهم دول بس النظام مش بتاع شغل هو عاوز يقعد في الضل ويفخد وياخد إتوات من رجال الأعمال زيه زي أي بلطاجة في أي حتة شعبية وبسبب بلطاجة دي وعدم الشغل أزمة النظام وديونه زادوا وبالتالي زود الإتوات اللي بيفرضها على رجال الأعمال اللي حصل وبيحصل مع القطاع الخاص ورجال الأعمال في مصر النظام وإعلامه بيبرروا بتطبيق القانون وإن الدولة بتاخد حقها لكن طبعا ده كدب لأن أولا الدولة ملياش حق الحقوق للمواطنين بس وسانيا كدب مش لأن رجال الأعمال في مصر كلهم فوق مستوى الشبهات بالعكس كتير منهم له تجاوزات كبيرة وفعلا يستحقوا المحاسب بس الفكرة هي أن اللي بيحصل مع القطاع الخاص بيشمل رجال الأعمال الفاسدين والشرفة في نفس الوقت لأنه مش تطبيق للقانون لأنه مفيش قانون أصلا ولكنه بلطجة من السلطة يعني دائرية الفكرة هي تطبيق القانون كنت تلاقي شركات جديدة بتطلع وأسواق بتتوسع وصناعة بتنهض ورجال الأعمال الفاسدين مع الوقت هينتهوا بحكم يعني حركة السوق بس اللي بيحصل هو أن رجل الأعمال اللي بيدفع المعلوم بيطلع من القضايا زي الشعر من العجين وسلملي على القانون يعني مثلا حسن راتب المتهم بالتجارة في الأثار هيرجع تاني مالس نشاطه وحياته عادي جدا وممكن يرجع ينقب عن الأثار بشكل غير قانوني زي ما القضاء بيقول بس المرة دي محدش هيقرب منه لأنه خلاص دافع المعلوم للجهات السيادي وبالتالي هتحميه زي بالضبط اللي بيحصل مع أبراهيم العرجاني حوت سينة اللي قبل كده خطف أفراد من الشرطة يعني وبعدها بقى أهم رجل أعمال في مصر بسبب مشاركته للجيش والمخابرات وزي هشان طلعت مصطفى حوت مادينتي اللي كان مسجوم بتهمة قتل سوزان تميم وأخذ عفو رأسي يعني حتى مش قضى الحكم اللي عليه لا عفو رأسي وبعدها رجع يمارس نشاطه عادي جدا اللي هو أنت مهما كنت مبلطج على القانون لما بتدخل حجر السلطة بتكبر أكتر وده اللي بيحصل في السوق المصري اللي تقريبا مش فاضل فيه غير البلطجية أو اللي مسنودين بسبب أن هم مناسبين الحكومة زي صافي وهبة راجل الأعمال اللي كان من النوع العادي لكنه بقى أعمل حيتان الكبار بسبب جواز ابنه من بنته خصيصي معنى الكلام أن الحيتان هتفضل حيتان ومفيش كيانات جديدة بتظهر في السوق وصغار المستثمرين هيفضلوا يعانوا زي ما هم لغاية لما انتهوا والدولة لسه بتتغول في الاقتصاد عشان كده القطاع الخاص في مصر بيتراجع باستمرار والاقتصاد الكل بتاع البلد بينهار يوم بعد يوم ونشوفكو على خير ان شاء الله